نحن نحفظ أدب الإسلام. وإننا تظاهر في الطرقات وإياد, صياد, مسببات. هذا ما في عندنا. مؤمن. مؤمن. يدخل المسجد. يجتمعون في المسجد في بيوت الله. يصلون صلاة الوقتية ثم يركعون ركعتين صلاة قضاء الحوايش. قضاء الحوايش ثم يقولون ربنا الله حسن الله مئت مرة. معدين مئت مرس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئت يا دافعال بليات يا مغيس يا الله يا مون كدل هلك يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب قريب سنسي مجيب سنسي انت المجيب انت القريب انت المجيب انت القريب انت الله القادر المكتدر آمين في قلوب يا قلوب شبابي خوف. حيث ما يتملكوا أن يستقروا في بيوتهم في غرفهم في مقاماتهم ما يكون تمانونة كما للجيوش تباهم ويتركوا كل شيء ويذهبون. لأن سكوت جماعة ساكتين يلبسهم حيبة الذين يتظاهروا ويعيضوا يسويهم مأخوذ منهم حيبة. هذا أصول تبا الكفرة في البجرة. نحن اجتماعنا إذا في شيء نحن نريد نسأل عن رب العزة. ما يحصل ما نحن نريد أن يحصل بأصواتنا بصياحنا مع النساء مع النساء نحن نريد نحن نريد نحن نريد بالأدب. أدب مظلوم إذا عنده شقوة يدخل المسجد لأن المساجد لله جواب بيوت الله هناك هناك يرك عركتين يدخل المسجد يدخل المسجد بيوت الله حسن الله ونعم الوكين حسن الله رب الله حسن الله رب الله يمشون يدخلون بيوتون فالي ترقات فاضي ينزل الهيبة لكن ناس ما يعرفه عادته عادة الأجانب عادة كفرت الفجرة ماله طعبة غياب قال لازم إسلام جاء بالأدب والطريقة كلها أداب لازم طريق الحق يحفظ أدب مع الله ويستغفر ربكم توبة يا ربي توبة يا ربي نحن غلطنا أن تصحح يا ربنا خطواتنا نريد أن نكون عبادك مظلومين عبادك الفقر يا ربي ادركنا يا غارة الله ادركنا يا غارة الله ادركنا بالدينج لا بد منه هذا أصول تبع الناس غير شرعي غير شرعي ما في نتيجة ولكن الله ولكن الله يلبس الناس على المؤمنين حتى يهتز 32 أعظة في الأعظة أطراف يهتز ما أنهم ما شافوا شيء لكن ينسي عليهم حتى أثر غضب الحق يهتز ما يتمالك واحد يمسك نفسه يده أو لسانه ما يمكن لا يأكل ولا يشرب هذا الأصول وإلا ما في نتيجة يمكن في نتيجة ولكن هم يريد يؤدي غالي وغالي هذا سهل هذا سهل إذا طلعوا من المسجد بدون كلام يمشون للبيوت فضل الأسواق فضل المدن سكروا أبوابكم فوتوا بيوتكم مدوا سجادة باكم صلوا ركاتين اجلسوا هناك الله الله يريد أن يدرك على قلوب الجبابرة خوف وخوف كل الجبار عنه يريد أن يدركه كيف كان كيف كان أبو سفيان جاء على المدينة المنورة والرسول عليه الصلاة والرسول الأمر لا يستلم أحد ولا يأخذ سلامه ولا يتكلم معه اتركوه هذا كان يجن أبو سفيان هكذا مامورية ما في كلام أسكرية ما في كلام ساخن هكذا هذا سلم تتكلم لا حول على الله لا حول على الله لا حول على الله لا حول على الله لا شكرا لا تقاب أمركم إلى الله عز وجل خلاص. وَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّوْبِ هذا خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يلقي روء قلوبهم يطلب عوام هذه الجماعة يحتزوا من الخوف بدون شيء. هذا أصول أصالب كفرة الفجرة يطول عليهم. نريد بسرعة. ربما يوم واحد أو ثلاثة أيام أو واحد اسبوع يجب أن ينزل هذا. يا ربي أنت الربي.